وبالحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو السيد فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة لوطولة محاربي الإمارات والمدير التنفيذي لبانز الرياضية مرحبا بك ونورتنا الاستوديو نتكلم اليوم الوصول إلى النسخة الخامسة والأربعين تحت تنظيم بانز الرياضية ماذا يعني لكم هذا الشيء؟ أول شيء مساء الخير وشكرا على الأسضافة الكريمة ويسعدنا نكون متوجهي معكم في الشاشي اللي كانت سند كبير لكل الرياضة بالدولة اليوم أنه أتممنا واحتفلنا بنجاح النسخة الخامسة والأربعين من منظمة محاربي الإمارات هاي بقى نقطة حاسمة ونقطة محورية بتاريخ المنظمة بس أول شيء نحن لازم كمان نقول ونثبت شو أسباب هالنجاح المذهل بالوقت اللي وجهزتنا لا شك نظر الرياضية والمستقبلية والطاقبة تاعتقدتنا الرشيدي وتعليمات وتوجهات سديدة كانت سبب كبير بنجاح المنظوم الرياضية كلها بالدولة واليوم منظمة محاربي الإمارات تنظم من فامز الرياضية وهي جزء من المنظوم الرياضية نجاح هاي المنظومة يدل على ثبات النظرة وإحنا الحمد للرب العالمين كجزء صغير من المنظوم الرياضية درنا نستقبل التوجهات ودرنا نترجمة لحقائق طيب ما هي أهمية هذه اللعبة اللي يتمثلها لبوضبي؟ نحن الحمد للرب العامين قبل شوي حكينا على تنويه على أبوضبي إكستريم سعد عم المنهاشمي لا شك وداعم رئيسي بنجاح منظمة محاربي الإمارات والتشيرمن تعبام زرياضي حكي على أهمية الجيدسو والقتال الفنون القرى المقتلها بعصمتنا الحبيبي أبوضبي آخر عشر سنين لقبة كابتل سيدا جيتسو كابتل سيدا جيتسو كابتل سيدا جيتسو بعد الجائحة ونجاح عصمتنا الحبيبي أبوضبي وبلدنا باستضافة اليو أف سي واستكمال الكالندر تالي لأن هذا كان جزء كبير من نجاح اليو أف سي لأنه كان في ممكننا تتوقف الإمارات وعصمة الأبوضبي كمان توجد بلقب مهم جدا عصمة الأمامية الجديدة فلا شك أنه إحنا اليوم البنية التحتية اللي صار سنين تنبنى بمقرم بي ونظرة مهمة جدا للمستقبل من قدرتنا رشيدي اليوم تترجم لوقائع اليوم أبوضبي تتبوق بمن أهم مراكز جذب مش بس رياضة للفعالات الرياضية العالمية بس كل الفعالات بشتى ونحن دالما نقول من تعبنا بأكسلوت إحنا نقول This is Abu Dabi Things happening in our Abu Dabi طبعا ما شاء الله عليكم اليوم نشوف ما شاء الله المنظمة فاتحة أبوابها للجميع حدثنا عن ذلك شوي الحمد لله أنا أسند إلينا كشركة بامزر الذي شرف تنظيم هاي البطولة بـ 2019 سعد عم المهاشمي مجهور لكل الشكر طالب مننا أنه نستكمل مسيرة منظمي محاربي أبوضبي واليوم هي منظمي وبعد نسخة واحدة من تنظيم بخالي مسبوت أخذنا لنا شرط الانتغير الاسم لي U.E. Warriors منظمة محاربة الإمارات أهمية هاي المنظومة أنه إحنا قدرنا نرسخ البلرز المهمة جدا باستهداف المهارات الداكنة الناس ما تقدر تشوفها إحنا كان بهمنا نكون متواجدين مش بس بدولتنا ولا بالمنطقة بالعالم كله ودليل هذا الهدث بـ 40 نسخة نظمتها فامس الرياضية بعض المهارات الحبيبي أبوضبي درنا نجلب مقاتلين ومحاربين من أكثر من 100 بلد فتوسعت المنظمة من international fight للنسخة العربية للنسخة الأفرائية بسبب تهاتف المهارات على المنظمة ما شاء الله تبارك الرحمن نتكلم شوي عن لعبنا محمد يحيو ما شاء الله عليه اللي داخل وبقوة في رياضة الـ UFC ماذا يعني لكم هذا الشيء خاصة لكم؟ فخر، اعتزاز، نجاح كل منظومة بالدنيا إلى هدف احنا هدف من أهدافنا كوننظمة بحاربة الإمارات أنه نوصل أبطالنا للعالمية وإحنا كجزء من فريق العمل بمنظمة بحاربة الإمارات عندنا دراي فلا شك كل الأبطال اللي بيجوا عنا وليش بيجوا عنا بهالعدد؟ لأن احنا بأبوضبي أبوضبي أسرع طريقة لأي هاي رأيي أنا لأي بطل حابب يوصل للعالمية ندوه وندوه لا ندوه بالأسرع هذا هو ما ذلك والأرقام تثبت هذا الحق في منظمة بحاربة الإمارات بظائف ثلاث سنين أكثر من أربعين بطل شاركوا بيه منظمات أكبر وعالمية أكثر من الـ UFC بلا تورو وبي أفل فمحمد يحيى إشي طبيعي يكون يلطحك باليو أفسي وهذا فتح طريق الأعداد الكبيرة من أولادنا وبناتنا من دولتنا الحبيبية لأن المشروع الرياضي مترسخ عنا بالديان هي فمحمد هو ابن ابننا وابن منظمة محاربة الإمارات وإشي طبيعي يوصل اليو أفسي طبعا السيد فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة لبطولة محاربة الإمارات وكذلك المدير التنفيذي لشركة فانزة الرياضية شكرا جزيلا